أربعة مشال عشرين الفقرة لناس كتيرة بيستنوها في مصر ومش حقول الوطن العربي والشرق الاوسط كله علشان يعرفوا ايه اخر الجديد في عالم التجميل والجلدية وافين اند دوكتورز والنهاردة كده معايا تلات اطباء مشرفيني ومنواريني وكلهم من وان كلينيك واول ما نقول وان كلينيك يعني عمل تيمورك مهم جدا وعيادات من اهم العيادات الخاصة بالتجميل والجلدية عندنا في مصر وخلنا كده نبتدي نرحب بهم ونبتدي بدكتورة ريهام لبيب استشارة الامراض الجلدية والتجميل والليزر بعيادات وان كلينيك اهلا بيك منوارنا وشرفه وانا وكمان دكتورة مروى صلاح اخصائي الامراض الجلدية والتجميل والليزر بعيادات وان كلينيك أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا شير مناورنا وشرفان ربنا يخليك وشي وكمان دكتورة نوها صبحي أخصائي لأمراض الجلدية والتجميل والليزر بعيدات وان كلينيك أهلا يا دكتور مناورين يوم شرفين مفصول أنتم معي النهاردة أحنا أكثر أهلا وسهلا بيكم طيب خلينا نقول لنا دايما عالم التجميل والجلدية كل يوم فيه جديد وكل يوم فيه صيحات وكل يوم فيه تقدم في هذا المجال ودايما فيه أو مع أفان أند دكتورز والأطباء اللي بيشرفونا وينورونا نتكلم عن آخر المسجدات في عالم التجميل والجلدية والنهاردة كده هنبتدي ونتكلم عن الجديد فيه علاج أثار حب الشباب علاج أثار حب الشباب أو حب الشباب بيؤرق ناس كتير قوي وبنات ولاد كتير قوي في سن المراكة هنتكلم عليه النهاردة بالتفاصيل وهنتكلم عن البروتوكول الخاص بحب الشباب وخلونا كده نبتدي بدكتورة ريهام أهلا بك حب الشباب مرض؟ هو أثار بيسيبه المرض اللي هو الأكني نفسه أو حب الشباب هو التهاب في الجلد والالتهاب ده بيؤدي في الآخر إلى علامة يا إما بيسيب لون يا إما بيسيب ندبات في الجلد عشان كده بنلاقي فيه ناس كتير جدا جلدها متعرج متأي؟ متعرج يعني طيب عامل كده؟ يس هل فيه أنواع من حب الشباب؟ طبعا فيه أنواع فيه اللي هو الكوميدونال اللي هو الوايت كوميدونز والبلاك كوميدونز كوميدونال دي أول وراء أسمحها اللي هي زي الروس السوداء والروس البيضاء بالضبط وفيه الإنفلاماتري أكني اللي هي اللي بيبقى أكتر شوية وفيه كمان اللي هو المتحوصل وده بيبقى أوحش نوعه وبيسيب أثار عميقة جدا في الجلد طيب هروح لدكتورة مروة أثار حب الشباب علاجها سهل ولا صعب؟ علاجها سهل جدا لو إحنا بدأنا فيها من الأول يعني ما نستناش سنين كتير أو أتعدي فترة كبيرة من غير ما نهتم بيها أو من غير ما نعالجها كل ما نبدأ بدري كل ما هيبقى فيه فرصة أن التحسن يبقى كبير جدا أوكي ده شيء مهم جدا طيب دكتورة نوها هل فيه بشرة معينة يجي لها حب الشباب أكتر من بشرة تانية؟ آه أكيد طبعا أو البشرة الدهنية هي أكتر بشرة معرضة لحب الشباب والمشكلة دي بتبقى فضيعة لدرجة فيه ناس كتير قوي بيقولوا أنا تشوهت أنا تعبت أنا معرفش إيه فالأولي سكين هي محتاجة عناية خاصة لأ البشرة الدهنية البشرة الدهنية باللهي متعجز متعجز بس هي جميلة دراصة بس يومي متعجز طيب نرجع لدكتورة ريهام وتقولنا علاج حب الشباب بالطرق الحديثة ونحط دلوقتي صور برضو نشوفها مع بعض والصور كلها بفور عند أفتر قبل وبعد وتشرح لنا في وان كلينيك عملتوا إيه للحالات دي فضيلي طيب خليني أقولك أنه فيك ناس كتير جداً بتسيج العيادة متبقاش واخدة بالها أن هي عندها أثار حب شبيب أو بتكون جربت تقنيات قديمة ثابت لها زي وجع جامد جداً وقعدت فترة نقاها كتير قوي في البيت فبقت أصبحت أن هي زي الحالة دي مثلاً حالة دي كانت جاية تعمل بوتوكس عادي خالص زي عشرات الحالات اللي بنشوفها في العيادة يومياً ولكن لما بصينا على إينا فينا دابت كتير جداً في وشها فقررنا أن إحنا لا هي مش هتمبسط بالبوتوكس الوحدة هي لازم وشها كله يتحسن بشكل ملحوظ وإلا هي مش هتشوف النتيجة الكويسة ولما كلمت معيها ولقيت أن هي في عندها استعداد استخدمنا التقنيات الحديثة والجديدة اللي ملهاش أي داون تايم زي ما بنقول فترة نقاها بتقعد فيها في البيت فترات طويلة فأصبح أن إحنا قدرنا نوصل لنتاج هيلة جداً في هذه الحالات بدون ما نسبب لهم أي إزعاد استخدمتوا إيه؟ في حاجة اسمها أجهزة الطاقة الأجهزة المعتمدة على الطاقة الأجهزة دي بتشتغل على كل طبقات الجلد وأكتر حاجة مميزة نفعة البيتشنت دي هي بروتوكول اسمه بروتوكول التريو وده حاجة إينوفيشن يعني تبكة؟ يس إيه بقى همه؟ الحاجة أولانية بتتعمل اللي هي عبارة عن كلينزينج وتنظيف عميق للبشرة وبعدين بنبتدي نشتغل بتقنية الليزر بنشيل الجلد الميت من سطح الجلد وآخر حاجة تقنية اسمها الريديو فريكونسي موجات صوتية برباعية الأقطاب تشتغل على تحفيز الكولوجين في الجلد أوكي عشان يطلع في الآخر الشكل اللوك بالطريقة دي بشكرك يا دكتور تانكي سوما طيب نتقل للدكتورة مروة صلاح وكلمنا عن حب الشباب كبرنا شوية أيوه وطلع لنا خطوط بالزبط بنسميها الخطوط اللي هي بتبقى لسه في البداية بالزبط عايزة عرف الخطوط دي أولا بتطلع من سنة كم أسبابها إيه ونعليبها إزاي تمام هي الخطوط دي بتختلف من حد لحد في ناس بتطلع عندها الخطوط دي بدري قوي لو هي بتستخدم الفيشل إكسبريشن بتاعها كتير يعني لو هي بتكشر كتير قوي لو هي الكلام بتاعها بيبقى بعصبية أو بكده فبتبقى الخطوط دي بينها وبرضو بيبقى فيها عامل وراسي أكتر من الناس اللي دايما في العيلة عندهم كده بيبقى اللاينز بتظهر عندهم كتير إزاي نقدر نعليجها لها طرق جيدة زمان ما كانش في حاجة حل تاني غير الانجيكشن بس قبل ما تقولي ما عليش الطرق العلاج بتاعتها حروح لدكتورة نوح البشرة الدهنية وانت بتتكلمي قلت البشرة الدهنية قلت لك ما بتعجز على طول برضو زي ما الدكتور قالت بتقعد فترة عشان يبين الخطوط عندهم بالنسبة للبشرة الدهنية لأن البشرة بالنسبة للبشرة الجافة بتبقى عندها دفاكت معين في في الاموليانت أو المرتب الطبيعي اللي ربنا خلقهن اللي هو بيدي السكن الجلوب بتاعها أو اللمعة بتاعتها وبيحميها من المايكروبس والالترا فيولت ريز البشرة الاولي بتبقى عندها كتير من المرتب ده كتير قوي لدرجة ان هو بيعمل أكني أو حب شباب بس هو يعني ربنا سبحان الله بيدي حاجة وبياخد حاجة يعني هي بيبقى عندها أكني بس يعني بتعجز متأخر شوية صحيح طيب قبل ما نرجع ونقول طرق العلاج مع دكتورة مروة خليني أسأل دكتورة ريهام المرتبات وأهمية المرتبات هل لو الواحد وتفر بشرته ايه وما يستخدمش مرتبات كتير ممكن يزهر الخطوط طبعا المرتب من أهم البروتوكولز أو من أهم الهوم كار أو الحاجات المفروض نستخدمها في البيت يعني لازم بشكل يومي أهم حاجة إن أنا أخسي الوشي كويس قوي وبعدين أأبلاي المرتب بتاعي على حسب نوع بشرتي وده اللي بيحدد الدكتور لأن فيه أنواع ما ينفعش البشرة الدهنية تتحط تقفل المسام وتزود حب الشباب وفيه أنواع جلد بيبقى يعني ناشف جدا ودراي جدا بيحتاج مرتبات قوية قوي نرجع بقى دكتور أمار وصلاح اللي حتكلمنا بالتفاصيل عن العلاج والأجهزة والكريمات احنا في الأول لما بتيجي البيشانت عندنا بنوض نتكلم معيها إن إحنا بنتعامل مع الفيس كله كيونة واحدة يعني مش ببص بس بالزبط مش ببص بس على الخط ده أو الحاجة دي مضايقاني فأول حاجة بنعملها إن إحنا بنعالج البشرة كلها بنبدأ بأجهزة بتعمل على إن إحنا نشيل الطبقات الخارجية والجلد الميت اللي بيبقى بره أو البلاك هيدز بحيث إن أنا أخلي عندي طبقة تقدر تتنفس وتقدر إن أنا لما يجي أبلاي عليها الأجهزة أو الكريمات تمتصها بصورة أحسن طب حسنا لك حالة طب الكريمات هل بتنصحي البنات وسيدات ورجالة كمان من سن معين يبتدوا يستخدموا الكريمات من أول الday cream والnight cream والكلام ده بالزبط علشان نأخر فيه ظهور التجعيد بالزبط طب فعلا كل ما كان فيه ترتيب كويس كل ما هنأخر ظهور الlines والتجعيد دي جدا وكل ما كان فيه day routine زي ما دكتور ريهام قالت إن إحنا نعمل غسول مرتب مناسب لنوع البشرة وإن إحنا لازم برضو يبقى فيه كريمات فيها anti aging فيها هيلرونيك أسد فيتامين سي كل الحاجات دي بتقلل الخطوط إنها تصلها بصورة يحكي لي بقى الأجهزة اللي بتستخدميها في العيادة وهنشوف الصور ببقى هي يعني energy based devices بيبقى فيها موجات صوتية والترا ساوند بتوصل لطبقات عميقة في الجلد بتولد درجة حرارة معينة ساعة توصل لأربعين أو خمسة وأربعين دي بتحفز الكلاجن والإلاستن إن هو يطلع تاني ويرجع الـ refresh look أو يعمل rejuvenation للبشرة وأجهزة تانية بتولد درجة حرارة عالية بتخلي الأنسجة اللي تحت الجلد تدمد وتعمل الليفتنج أو تفرد العضلة اللي احنا عايزينها احكي لي الصورة دي عملت لها إيه الصورة دي مشينا برتوكول ليفتنج وrejuvenation هي كانت أكتر حاجة مضيقاها اللاينز وحوالين عينيها والـ dark circles بدأنا بالـ trail دي أساس كل حاجة عندنا أساس كل برتوكول بعد كده عملنا بالأجهزة الـ energy based devices اللي بقول حضرتك عليها اللي هي بتولد حرارة إزاي لونها تغير بوسي بشرتها بقترود بالضبط إحنا لما بنعمل الحاجات بالضبط إحنا لأن الأجهزة دي بتحفز إنتاج الـ collagen والإلسل وهم دول الأساسيين للتفتيح وليه النضارة وكمان إحنا عملنا حاجات فيها تفتيح وفيها rejuvenation وفي الآخر إحنا عملنا filler الفيلر هنا بنستخدمه كcontouring وإننا بحفز الـ hyalonic acid اللي موجود فيه بحفز الـ rejuvenation والـ glowing بتاع البشرة طيب كده إحنا شفنا الصور اللي معنا قبل وبعد ما بتستخدمي الأجهزة دي بتنصحي المريضة أو المريض بإيه عشان يفضل محافظ على الشغل اللي انت شغلت بالضبط أول حاجة لازم تشرب مياه كويس جدا دي أهم حاجة عندنا لازم تستخدم daily routine لازم مرتب لازم sun screen عشان أمنع التصبغات أو أمنع أي حاجة جديدة ممكن تحصل لأن برضو الشمس من الحاجات اللي بتزود lines دي وفي الليل لازم يكون فيها كريمات anti aging وطبعا إن هي تكرر البروتوكول ده كل فترة دي حاجة مهمة جدا بتخلي الدنيا معاها أحسن طيب نروح بقى لدكتورة النهى الصبحي اللي حتكلمنا عن الهالات السودا اللي تظهر حوالين العين ودائما كنا بنفتكر إنها بتظهر لناس بعد عمر معين دلوقتي بنلاقي شباب ويمكن أطفال في تين ايجرز عندهم الهالات السودا فإحكينا برضو أسباب ظهورها مبكرا ليه ظهورها مبكرا مرتبط بقى بالblue screens التابت الموبايل اللاب ما فيش حد دلوقتي ما بيستعملهاش إيبن الأطفال يعني ما فيش حد بيبص في الموبايل بتاعها أقل من 8 ساعات يوميا فيبدأ بقى مشهلات سودا بس ده يبدأ يظهر خطوط خطوط تحت العين فشكل العين أو الأوبر فيز بيبقى مدي عمر أكبر بكتير للشخص اللي بيستخدم الموضوع ده فده سبب ظهورها خصوصا في التينيجرز أو حتى الأطفال طب قبل ما نتكلم عن العلاج الخاص بياه هنروح للدكتورة ريهام هل العامل الوراثي بيسهل أو بيكون مساعد أو عامل مساعد أن يظهر الهالات السودا؟ طبعا العامل الوراثي من أهم الأسباب في حالات الهالات السودا مش بس كده كمان في بعض الحاجات بيكون في ضرر عام في الجسم زي مثلا الأنيميا دي بنشوفها كتير جدا عند السيدات نقص الحديد بيؤدي إلى الهالات السودا والإرهاق وعدم النوم بشكل منتظم دي برضو من أهم الحاجات اللي بتخلي الهالات السودا تبقى بزيادة عن ذلك طب دكتورة مروى الهالات السودا مرتبطة برضو بالسن معين بالذات عند السيدات يعني بعد انقطاع الدورة الشهرية أو الفترة يعني نص تنين من الأربعينات بتظهر أكتر عندهم مع الخطوط؟ هي بتظهر أكتر عندهم فعلا بس بنلاقي دلوقتي في بنات سنة صغير بتيجي فعلا شكويتها الأساسية هي دارك سيركتز دي برضو من الحاجات اللي أسبابها كتير زي ما الدكتور هام قالت الأنيميا أو أن احنا نستخدم التابلت كتير أو التلفزيون كتير مش بنستخدم مرطبات أو البنات بتحط ميكوب مش بتمسحه كويس بالليل أو الناس اللي أصلا مش بتتخدم سانس كرين كل الحاجات دي بتأثر إن هو ممكن يظهر عندها الدارك سيركتز دي من سنة صغير أوكي نروح بقى الدكتورة نوحة كالينا بالتفاصيل عن العلاج وهل الليزر استخدامه بيساعد على الدارك سيركتز دي أو الهالات السودة تروح والفيلر برضو هل بتستخدمه؟ هقول لحضرتك حاجة زمان علاج الدارك سيركتز مثلا من 3 أو 4 سنين فاته كان للفيلر أي واحدة بتشتكي من هالات تعالي نعملك فيلر عشان تخبي الشادو وبتاعه الليزر دلوقتي بقى استخدامه يعني محدود قوي لأنه هو بيسيب داون تايم وقلم وجامد لكن إحنا عندنا دلوقتي يعني إيه؟ يعني أجهزة محافظة؟ أجهزة دلوقتي آخر 3 أو 4 سنين بدأ يبقى فيه طفرة شوية في الديفايس أو الأجهزة بدأت تشتغل على أن هي تبوش الأكسجن كويس بقينا نكمباين شوية تكنيكس مع بعض شوية أجهزة مع بعض زي إيه؟ حكيلي كده يعني زي التريو طبعا بتبقى حسب الحالة اللي قده على حسب طبعا الحالة طبعا زي التريو التريو دوت كان حاجة اختراع اختراع لأنه هو مالوش داون تايم بس ده هو جهاز واحد ولا تلاتة لا هم تلاتة أجهزة آه لكن تمينه تريو لأن أنا لما كانت بتجيلي واحدة زمان عندها إيفنت جراديواشن فورتي مثلا فارح خطوبة عندها لما كانت بتجيلي قبلها بأسبوع مثلا عشر أيام كنت بقول لها لا مش همد إيدي عليكي إنما دلوقتي إحنا بنعمل التريو وإحنا متطمنين وبقول لها انزلي وحطي بس سام سكرين وروحي لإيفنت بتاعك روحي لإيفنت بتاعك وانت متطمنة ومش هتلاقي أي داون تايم طب إحنا معنا الصورة تفضلي بقت على كلنا كده عملتي إيه لصحبة الصورة صحبة الصورة ديت على فكرة سنناها صغيرة قوي 22 يارس وكانت لسه متخرجة وبتبص بقى في التاب واللاب والموبايل وكانت ديبريز قوي لإن هي عندها كانت حفلة التخرج بتاعتها فكانت جاية وهي بتشتكي من الدارك سيركلز بس تمام بس إنتي غيرتها لها شكل يعني مشها حتى من أخيرها تحسني ما كانتش واخدة بالها إن عندها حاجة تاني تخيل يعني هي كانت بصة بس للدارك سيركلز وكانت بتقولي أنا تعبت تعبت ولفيت كتير وما فيش فائل إنتي عندها 22 يارس هي أول ما جات لك كان شكلها أكتر كان أكتر من الاتنين وكان وشها واقع بالضبط فإنتي خليتي شكلها بقى طبيعي تخيل تخيل إن البيشنت دي حق نتفلر إنت تقدر تقول إن هي حق نتفلر لا كل اللي بيشوفوها هي قالت لي كده شكلها طبيعي كل اللي بيشوفني بيفتكر إن أنا حتى فاونديشن يعني اشتغلنا على ملمس البشرة لون البشرة والدارك سيركلز والنازوليبيا الشوية وشها كنواق وبقى شكلها كده 22 سنة بقى شكلها تقول 30 بقى 22 سنة صغير بالضبط كده بالضبط كده هي نفسها بقيت لما بتشوف نفسها قالت لي إيه ده أنا كان وشي واقع على فكرة ما كانتش واخد بالها ما كانتش واخد بالها غير بالدارك سيركلز بس بس يعني طول فترة العلاج ما كانتش بتحس بأي داون تايم ولا سبتلها إشرة ولا حمرار ولا علامة ولا حصل أي حاجة بس أنا صورتها في الزيرو بوينت صورتها بعد ومخلصنا بعد شهر شرفتوني ونورتوني بشي على المعلومات اللي قلتوها النهاردة أشكركم نشوفكم دايما عندنا شكر خاص جدا لدكاترتنا اللي كانوا معانا النهاردة وكلهم من وان كلينيك دكتورة إريهام لبيب ودكتورة مروة صلاح ودكتورة نهى صبحي كانوا مشرفينه النهاردة في أفن أند داكتورز خلونا نشوف فاصل ونرجع نكمل مع بأي سكان الشرع خليكم عنا لقصة واحدة